اشتركوا في القناة اليوم انتقال القمر اللي رح ينتقل من برج الحمل لبرج الثور طبعا القمر الان موجود في منزلة البطين في برج الحمل اللي اخر درجات برج الحمل وبتكمل في برج الثور وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والاصلاح والبدء بكل شيء جديد والقمر رح يظل موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ثلاثة وثمانية وثلاثين دقيقة من صباح اليوم لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء مناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور طبعا القمر ما زال موجود في برج الحمل لغاية ساعات الظهر فعشان هيك بتضل لعنا انه منشعر بطاقة كبيرة للعمل منكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية نبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتصرع بتصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها نفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك وأيضا بإمكاننا إدخال تعديل على قصة الشعر وإقامة حفل ما بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا عندنا اليوم في زاوية جديدة ظهرت على الساحة وهي زاوية التربيع السلبية ما بين عطارد وما بين المشتري وهاي طبعا تأثيراتها من اليوم 4-12 لغاية يوم 8-12 طبعا ذروتها يوم 6-12 الساعة 7 أو 5 دقائق صباحا بتوقيت جرينج بيكون عندنا صعوبة في معرفة مشاعر الآخرين وبيكون صعب علينا التعامل معهم وهذا الشيء ممكن ينتج عنه سوء تفاهم وعدم القدرة على يعني عدم القدرة على علاج المشاكل العاطفية الناتجة عن ذلك ممكن نرتكب الأخطاء في أحكامنا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لخيبات أمل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الزهرة وبين زحل وهاي طبعا ذروتها احنا حكينا أنه كانت يوم 2-12 طبعا تأثيراتها لليوم آخر يوم لإلها مناسبة لاستقرار العلاقات العاطفية وبرضو بيضمن لك إخلاص محبوبك إذا كان صادق في تعامله أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين نبتون وهاي برضو اليوم آخر يوم لإلها بيكون في عنا صعوبات في معرفة مشاعر الآخرين وبكون صعب علينا التعامل معهم وهذا الشيء ممكن ينتج عنه سوء تفاهم وعدم القدرة على علاج المشاكل العاطفية الناتجة عن ذلك ممكن نرتكب بعض الأخطاء في أحكامنا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لخيبات أمل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين زحل وبرضو اليوم آخر يوم لإلها هاي الزاوية بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا وبتسمح لنا بتغلب على العقبات وتجاوزها في أعمالنا ومشاريعنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس منفصلة إيجابية بين المشتري وبين بلوتو وهي تأثيراتها لغاية يوم 16-12 بتزيد من نمو الأموال والأملاك وبتزيد من كرمنا ولكنها ممكن تسبب لنا الإحساس بالكآبة أو الميل للإعجاب بالذات الحدث اللي رح يصير اللي هو بعد منتصف الليلة هاي اللي هي السبت على الأحد عندنا اللي هو انتهاء تراجع نبتن اللي رح ينتهي الساعة 12 و 15 دقيقة بعد منتصف الليلة اللي هي السبت على الأحد طبعا رح ينتهي هذا التراجع هو كل سنة بيتراجع نبتن مدة تقريبا تيجي هي عادة خمس أشهر و عشر أيام إله بيتراجع هو من يوم يعني نقدر نحكي 28-6 بدأ عملية التراجع ولغاية اليوم لينتهي التراجع الآن التراجع القادم رح يكون يوم 30-6-23 بيبدأ عملية التراجع وكوكب نبتن زي ما دائما نذكر هو كوكب الأحلام والأوهام والإلهام الفني وفي فترة التراجع شعرنا ببعض المخاوف اللي ما كنا نعرف مصدرها أو مصدر مقنع لإلها الوسواس الخوف الرهبة برضو زادت المشاكل في هاي الفترة اللي ما قدرنا نلاقي لها حل وإذا حتى كان في مجال الحل كنا نتهرب منها أو حتى نتجاهل وجودها بتكبر المخاوف عنا بشكل كبير قسم كبير من موليد برج الحوت لأنه هو يعتبر الكوكب الرئيسي بالنسبة لإلهم وموليد برج الميزان هدول أكثر الأشخاص اللي اشوي هيك يشعروا بمخاوف وخلقوا لأنفسهم عالم مهمي بعيد عن أرض الواقع وقسم كبير من موليد برج الحوت تحديدا انجرفوا وراء المسكنات والمهدئات والددخين الكثير الشرح الكحوليات وأيضا التقلبات بالمزاج الكل شعر بالفترة هاي إنه علامات المخادعة والتغرير بالغير كثرت أكثر صار فيه علامات الجبن بيخشوا المجابهة والمواجهة وبيتخلوا عن مخططاتهم ومشاريعهم كثير عانا من هاي الأمور بالفترة الماضية وخصوصا في فترة التراجع الأهم إنه عشان تنتبهوا على الموضوع إنه بخلال فترة التراجع من شهر ستة ولغاية الآن تضاءلت نسبة الإلهام والقدرة على الابتكار الفني في شتى المجالات عشان هيك هذا إلو علاقة زي ما حكينا بالإلهام والأمور هاي فلولا حطوا المنتجات اللي نزلت على الأسواق اللي إلها علاقة بالإلكترونيات أو التكنولوجيا أغلبها كان فيها مشاكل ما كانت مكتملة كان فيها أخطاء فعشان هيك شكلت خيبات أمل وخسارات للشركات بالفترة هاي طبعا طيل فترة التراجع لأنه هاي هو إلو علاقة في هاي المجالات فهو أثر بشكل كبير على الجميع الآن زي ما حكينا إنه التراجع القادم رح يكون في ثلاثين ستة الفين وثلاثة وعشرين طبعا الآن بما إنه أنهى عملية التراجع هذا كل اللي ذكرنا إحنا رح يتلاشى ورح يصير بشكل إيجابي اللي هي قدرة المواجهة ما منتهرب من الواقع بتقل عمليات الإدمان والتعاطي أو الشراها بالتدخين بالفترة هاي مرضو الإلهام الفني والإنتاجات والابتكار بتزيد بشكل أكبر بصير عنا خيال أوسع اهتمام بالعاطفة اهتمام بالجماليات أكثر يعني الأجواء بتصير إيجابية على جميع الأبرج أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل ما بعد هذا الانتقال هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون دروتها الساعة 53 دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش يعني تأثيراتها نقدر نقول من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات المساء بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية ما بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة 5 و 46 دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة تأثير هاي الزاوية من منتصف الليل ولغاية ساعات المساء بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 5 و 46 و 40 دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 11 و 37 دقيقة ظهرا بتوقيت جرانيتش لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الثور هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار في فترة خلو المسار في عنا زاوية تربيع بطيئة اللي هي ما بين الزهرة وما بين نبتون طبعا رح تكون اليوم ذروتها اللي هو 4 و 12 مستمرة هاي الزاوية لغاية يوم 5 و 12 كزاوية متصلة طبعا ذروتها اليوم الساعة 7 و 12 دقيقة صباحا هاي الزاوية بتذكرنا بمشاكل من الماضي بتتعلق بالجوانب الجنسية والعاطفية اللي بتعكر صفه هنا زاوية التربيع هي زاوية خطيرة بيزداد خلالها التحرش الجنسي واغتصاب الأطفال وهاي فترة غير مناسبة لعمليات المضاربات المالية وأيضا لطرح المنتوجات الفنية أو الأمور اللي لها علاقة بالابتكار والعاطفة والوسواس والخوف والرهبة والكوابيس والأمور هاي كلها بتكثر بهاي الفترة الساعة 11 و 37 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش القمر خلاص بكون انتقل واستقر في برج الثور عشان هيك من ساعات الظهر منشعر بالحذر أكثر من ميل للمحافظة على ممتلكاتنا قلما نبحث عن شيء جديد بهاي الفترة يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار يمكننا اهتمام بمسائل العقارات بالفترة هاي زي شراء أو استئجار أو تحديث أو صيانة أو تصليحات العلاقة بالعقارات وقضاء وقت ممتع بالبيت والمناسبات العائلية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات الظهر عندما الرأس والأسنان واللسان والأعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرايين والدم أما من ساعات ما بعد الظهر بتصير الأعضاء الأكثر حساسية العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين تفاحة آدم هاي اللي بتصير أكثر حساسية بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ولكن مش بفترة خلو المسار وأيضا مش للأعضاء اللي ذكرناها هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن برضو اللي هو مش بفترة خلو المسار هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد طبعا إزالة الشعر الزائد هي مش المقصود للجميع هي المقصود للأشخاص اللي بدهم يعملوا عمليات ليزر أو اللي عندهم كثافة كثيرة بالشعر الشعر المزعج اللي بدهم يبطؤوا من عملية إنباته فهذا اليوم هو يصلح لإنبات الشعر مش لعملية تبطيء إنبات الشعر فعشان هيك من لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالنسبة لهذا اليوم من ساعات ما بعد خلو المسار انتهاءه أو قبل خلو المسار يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ وأيضا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما إنه رح ينتقل ويستقر في برج الثور معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء اللي هو يوم ستة اتناعش بيبدأ الساعة سبعة أو دقيقة مساء ويستمر حتى تمام الساعة ثمانية أو ثمانية وأربعين دقيقة مساء لا يستقر بعدها القمر في برج الجوزاء بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدد عمر 11 يوم في تمام الساعة 12 و 11 دقيقة ظهرا بيصير عمر 12 يوم نسبة الإضاءة بتصير 80% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القاوس حتى يوم 21-12 منتحس اليوم بنسبة 10% القمر في الحمل وبدو ينتقل للثور ورح يضل في الثور لغاية يوم 6-12 هو الآن سعيد بنسبة 100% في ساعات ما بعد منتصف الليل بصير سعيد بنسبة 85% ساعات الفجر بتنزل نسبة السعادة إلى 70% ساعات الظهر بتنزل نسبة السعادة إلى 45% في ساعات المساء اللي هي تقريبا نقول عند صلاة العشاء أو عند أذان العشاء بصير سعيد بنسبة 15% في ساعات المساء المتأخرة بصير منتحس بنسبة 15% عطارد في القاوس حتى يوم 6-12 منتحس الآن هو بنسبة 10% ولكن في ساعات الصباح ترتفع نسبة النحوسة إلى 25% الزهرة في القاوس حتى يوم 10-12 منتحس بنسبة 50% المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحوت حتى يوم 20-12 منتحس بنسبة 25% طبعا سبب انتحس المشتري هي أولا أنه هو بنهاية الدرجات هذا واحد اثنين بشكل زوايا تربيع مع المريخ وهذا مؤذي جدا بالنسبة له وأيضا يعني بشكل بعض الزوايا السلبية اللي سحبت من حضوضه وأعطته صفة المنتحس زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 30-6 سعيد بنسبة 15% وابلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا ثقتكم ما زالت كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تسيطروا على زمام الأمور في شتى المجالات وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم ممكن برضو يظل الاهتمام بالمظهر والتغييرات الطاقة عندكم عالية جدا وأيضا في نوع من أنواع التفاؤل بيستقر أكثر في ساعات الظهر بيصبح هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم بتنشطوا بالاتصالات وزيارات وممكن تهتموا للترويج لخطة أو للقيام بزيارة ممكن تعالجوا مسائل إدارية وتمولية بتطلب منكم توقيع ومتابعة لدى دوائر أو ماجهات معنية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا ما زالت الأجواء من الآن ولغاية ساعات الظهر بتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني بتكو تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتعملوا بشكل روتيني فقط لا غير بدون لا تتخذوا قرارات ولا تبدروا بأي شيء لأنه هذا كله ضاغط عليكم ورح يكون سلبي بدكو تنتبهوا اليوم لغذائكم وراحتكم من ساعات الظهر بتصبح ثقاتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي طبعاً القمر بما أنه وصل لعندكم معناته بيجعل الفترة هاي مميزة واستثنائية وبدعوك الجو لبذل جهد أكثر عشان تحقق مرادك حاول أنك تأخذ المبادرة بأي اتجاه من ساعات ما بعد الظهر برج الجوزة بالنسبة لما وليد برج الجوزة طبعاً النشاط الاجتماعي والعلاقات مع الأصدقاء هو أكثر شيء بظل مأثر عليكم لغاية ساعات الظهر منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة أو يتوجه لهم دعوة أو ينشطوا من لقاء أصدقائهم ولكن كلما اقتربنا لساعات الصباح بيجدوا أن الضغط بدأ يتراكم عندهم بلشوا يشعروا أن طاقتهم تفقد عصبيتهم موجودة شوية من الإحباط بتأثر عليهم لأن القمر بيقترب من بيت المتاعب اللي في ساعات الظهر رح يكون استقر في بيت متاعبه فعشان هيك من ساعات الظهر بيصير الفترة هاي بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني إنجزوا ما بغسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لا تراهن على الحضوض بالأيام القادمة لأنه ممكن تعاني من بعض الركود ومراوحة المكان فما تجازف لا بصحتك ولا بعلاقاتك لأنه أفكارك مشوشة والظروف مخيبة للآمل برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا الآن الأجواء كلها تركيزها إلها علاقة بالعمل والسمعة والعلاقات الاجتماعية وعلاقاتكم مع المسؤولين من الآن لغاية ساعات الظهر فبتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل إنهم يقدموا طلبات أو مقابلات واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم مع المسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة ولكن بدون انفعالات ولا مخالفة قوانين ولا أي خطوة فيها نوع من أنواع التهور من ساعة الظهر بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترافقك رياح مؤاتي رغم الضغوطات بتقدر أنك اليوم تكرر المحاولات اللي ما زبطت معك بالأيام الماضي اليوم ممكن أنه يصير في نتائج إيجابية برضو إذا أردت الدعم والتأييد بتقدر تستعين بأي شخص من المعارف اللي يساعدك في هذا الموضوع بصير اليوم مناسب للانضمام لجمعية أو مؤسسة تتلاقى مع ضموحاتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا النشاط بظل عالي جدا على مستوى السفر والاتصالات البعيدة والاتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو تعامل مع الأجانب ويعتبر هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة ولكن مش في فترة خلو المسار في فترة خلو المسار لا تعتمد على الحضوض نهائيا اعتمد على مجهودك وانتبه أثناء قيادتك للسيارة أو أثناء سفرك من نقصان أوراق أو فقدان أوراق أو أمتع أو حتى من التهور أثناء القيادة قيادة السيارة طبعا حاولوا أن تظهروا تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة من الآن ولغاية ساعات الصباح أما من ساعات الظهر فطبعا بصير هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين بتصير الفترة هاي مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يصير هيك أو يكون فيه نوع من أنواع القلق حول أحد أفراد العائلة ممكن تواجه مسؤولية أو عبئ مهني أهم إشأنك ما ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام بيكون فيه بعض الصعوبة فبتصير من ساعات ما بعد الظهر بدك تضبط أعصابك ما في داعي للتهور ولا اتخاذ قرارات مرتجلة بدك تراجح حالك عشان ما تشوه سمعتك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتظل الأمور المالية هي اللي بتشغل فكركم والفرصة متاحة بتظل مكسب الوصيلة بشراكة أو تعويض من الآن ولغاية ساعات الظهر بإمكانكم أنكم تبادروا لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع ولكن اليوم لا تكفلوا حد ولا تضمنوا حد ولا تدينوا حد فلوس بظل الاهتمام بالوضع المالي أو معالجة وضع مالي لغاية ساعات الظهيرة أما من ساعات ما بعد الظهر الأجواء بتصير إيجابية أكثر وبتنجحوا بأمور إلها علاقة بالسفر البعيد والاتصالات البعيدة التعامل مع الأجانب أو مع أشخاص خارج البلاد وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم ترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح كبيرة بشكل واضح وبتعود للإمساك بزمام الأمور تعتبر فترة إيجابية جداً بيسهل خلالها الحوار مع أي شخص وبتفرح بخبر أو تجاوب بعض الأشخاص معه برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً القمر ما زال موجود مقابلكم تماماً لغاية ساعات الظهر فعشان هيك بظل تركيزكم على تدعيم شراكاتكم ويعتبر يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ما بجوز إثارة المتاعب اتجنبوا الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذروا من الحوادث والعصبية قدر الإمكان أما من ساعات ما بعد الظهر بتتغير الأوضاع وبتمنحكم فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويض أو مستردات مالية أو مطالبة بالحقوق صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتصير بحاجة للرعاية أهم شيء أنه بالفترة هاي بتصير تفكر في مستقبلك أو في قروض أو مور بنكية أو ترتيب وضع مالي أكثر والاهتمام بصحة أحد أفراد العائلة تقدر اليوم تقدم التنازلات وبتقدر برضو تتراجع عن خطوات أو قرارات سببت لك الإزعاج بالفترة الماضية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب حاولوا إن كنت تنجزوا لأنه بلش القمر الآن بمراحل المقابلة فإنجزوا أعمالكم ما تخلوها تتراكم عندكم حاولوا تشحنوا حالكم بطاقة إيجابية خلوا علاقاتكم جيدة مع زملائكم بالعمل بدون أي مشاكل أو تقصير بالعمل من المستحسن التبكير لعملكم حاولوا إنكم تنسقوا بشكل جيد بين مختلف الواجبات لأنه راح تتراكم الأمور عندكم القمر بيقترب من المقابلة فالطاقة ضعيفة فسهل إنها تتراكم عندك بعض الأمور من ساعات ما بعد الظهر القمر خلاص بصير موجود مقابلك في برج الثور فعشان بصير هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن بتكون تحاذروا الإنفعالات وبرضو اليوم بيصعب التفاهم معاكم ممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها بسبب عصبيتك الجو متوتر فممكن تظهر بعض المشاكل الطارئة فبدك تكون صبور ما تتذمر لا وبرضو ما تعتمد كثير على الحظ برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القمر مازال موجود في البيت الخامس فعشان هيك رغبتكم في التقرب من أحباكم بتظلها عالية جدا وعندك إمكانية لتعزيز العلاقات معهم الظروف جيدة احتمال يكون فيه قلق حول أو اتجاه أحد الأحبة أو الأبناء عندك نشاط عالي حيويتك وجمالك أيضا اليوم ملفت للانتباه ولكن في ساعات الظهر القمر بنتقل وبيصير في البيت السادس فهنا بصير التركيز كله على العمل ولكن رغم تراكم العمل أنتوا عندكم قدرة على إنجاز الكثير من عمالكم أهمش أنه اليوم من ساعات الظهر تبلشوا تنظموا جدوى الغذاءكم تأخذوا قصد كافي من الراحة حاولوا أنه ما تعملوا أكثر من عمل في نفس الوقت عشان ما تتراكم عليكم ويبعدوا عن أي سوء تفاهم ممكن يصير ما بينكم بين زملائكم بالعمل وينتبهوا لصحتكم لأنه برضو بالفترة هاي بصير بعض التقلبات الصحية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بظل في رغب كبير اليوم للتقرب والتفاهم مع أفراد العائلة أو الاهتمام بالمسكن ترتيب تصليحات وأمور من هذا النوع فترة مهمة لتعزيز الروابط العائلية بالرغم من بعض الهواجس اللي بتعيشها في نوع من أنواع تبادل الزيارات أو الاتصالات المهمة خلال من الآن لغاية ساعات الظهر يعني ممكن بعض هيك التقلبات ولكن كل ما اقتربنا لساعات الظهر الأجواء بتتغير بشكل قوي إيجابي فبتصيروا من ساعات الظهر بترغبوا في تقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ومارسة نشاط فني بيطمئن بالكم نسبيا وبتجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهمش إنك ما تستسلم بل كرر المحاولات بترغب في استكشاف مناطق جديدة وبتميل أمور الهلاقة بالسفر والمشاركة في رحلة عمل أو أجواء رومانسية أو تقرب من الأحبة أو أحد الأبناء يعني ممكن تكون في مصالحة أو تقرب أو تعامل معهم برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بتنشطوا في أمور الهلاقة بالتنقلات والسفريات القصيرة والاتصالات والرحلات ومنكم أشخاص ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشروع باستطاعتك اليوم أنك تقلب أي معادلة ما زالت سرعة البديهة موجودة وقدرتك على التعامل مع الإخوة مع الجيران عالي جدا وبرضو بإمكانك أنك تعزز الروابط اللي ما بينك وبين الأحبة أو ما بينك وبين الأصدقاء لغاية ساعات الظهر ولكن من ساعات اللي هي الصباح لغاية ساعات الظهر بدك تنتبه أثناء تنقلاتك وأثناء كلامك لأنه ممكن تكون عصبي أو كلامك ما ينفهم بالشكل الصحيح يعني تنفهم بطريقة خاطئة انتبه لكلامك بشكل جيد ولا ردات فعلك من ساعات ما بعد الظهر بصير هذا اليوم مناسب للأمور اللي إلها علاقة بالبيت والعائلة بوسعك وإدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهم شيء أنه ما تسمحوا لعواطفكم بالتأثير على سلوككم وأداءكم ما تنفعلوا حتى لو شعرتوا بالانزعاج إصحوا لتحسين موقعكم خصوصا في العمل ولتثبيت أرجلكم بالأمور اللي إلها علاقة بالأمور الاجتماعية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من الآن ولغاية ساعات الظهر وهي المكاسب دائما منحكي البيت المال بيبعو تبر أغلب الأموال هاي تيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أو سداد بعض الفواتير أو الديون أو التراكمات ولكن الأجواء ما زالت إيجابية ولكن بدكوا تنتبهوا على نفسكم من المصاريف للزيادة بالفترة هاي وبرضو في نفس اللحظة انتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين أما من ساعات الظهر هنا بيصير عندكم نشاط عالي جدا بتنشطوه في الدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة ويكون لكم نوع من أنواع التعامل مع الإخوة مع الجيران أهم إشي إنك اليوم تستغلوا سرعة البديهة بتصير عندك قوية جدا عواطفك بتصير جياشة أكثر وأيضا الأجواء مناسبة للترويج لسلعة أو لاهتمام بالسيارات أو الأمور للعلاقة بالإلكترونيات انتبهوا بس من السرعة الفائقة أو عدم الانتباه أثناء الحركة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر